اشتركوا في القناة الى اعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية مع الاخذ في الاعتبار كلما ابدي بشانيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب وكذلك ما ابداه المواطنون والكتاب والصحفيون من مرئيات عبر وسائل الاعلام المختلفة واكد جللتها اهمية الاستفادة من قيم تجربتنا الديمقراطية التي تقوم على التشاور والتوافق في القضايا الوطنية المختلفة دعيا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وان تتاح الفرصة بشكل اكبر لاستكمال المشاورات بشأن هذين القانونين بتأنن ودون استعجال وان تكون اعادة التقييم محققة للتوافق الوطني بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها المعنية في ادخال الاصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها حاليا لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الاجيال القادمة كما وجه جللته لبحث تطوير النظام التقاودي في البحرين مستقبلا بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين ويؤمن الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية من خلال تطوير مجالات استثمارها وتنميتها لدعم تنويع مصادر الدخل لينعكس في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدين مستقبلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر